موسيقى 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 إنه أضخم مشروع للبيترو كيمويات في منطقة الشرق الأوسط باستثمارات أجنبية متنوعة ويمثل بداية حقيقية لعودة الاستثمارات الأجنبية والتمويلات العالمية للمشروعات المصرية بعد الجهد الكبير الذي بزلت القيادة السياسية لإعداد الثقة بالاقتصاد المصري هذا ما أكده الفريق مهاب ميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعد توقيع عقد إنشاء أكبر مجمعا للبيترو كيمويات في الشرق الأوسط بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة أمس السب تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزراء المجموعة الاقتصادية نحن دلوقتي عندنا المناطق الصديقية للطبيعة الخاصة دي يعني هي أمل الاستثمار في مصر في وجود الكائنات الكبيرة والمشاريع الكبيرة بيرفع تصنيف المنطقة مشروع كاربون لإنشاء مجمع التحرير للبيترو كيمويات من المنتظر أن يساهم في تنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استنادا إلى ما تحققه صناعة البيترو كيمويات من نهضة صناعية كما يعد قاعدة لانطلاق العديد من المشروعات التكملية التي تتيح فرصة كبيرة للمستثمرين المصريين والعربي والأجانب للعمل في مصر من خلال هذا المشروع بإتفاقية دي برطانيا تثبت أنها الشركة الأول والدائمة الأول للاقتصاد المصري ونشوف إن شاء الله هنهقق فرصة العمل الجديدة أكثر من 20 ألف فرصة العمل الجديدة للمصريين وزارة البترول أعلنت على لسان الوزير المهندس طارق الملة أنها تضع على قائمة استراتيجياتها تعظيم القيمة المضافة للصروات البترولية من خلال مشروعات البترو كيمويات التي تعد قاطرة التنمية الحقيقة بنراحة بمثل هذه المشروعات الهم والتي تأتي فيه وقت مهم والتي يؤكد على أن مصر مشى فيه المصار الصحيح للإصلاح الاقتصادي والتنمية الاقتصادية بدليل أنه كبرى هذه الجهات الممولة ما كانتش ممكن تيجي إلا لو كان فيه مؤشرات جيدة جدا وكذلك الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني بيدعم مثل هذه المشروعات وبعدين الحقيقة نحن دائما بنقول أن المشروعات الكبيرة اللي زي دي بتكذب مزيد من الاستثمارات وبتكذب مزيد من المشروعات ومشروعات بتجيب مشروعات والنجاح بيجيب نجاح بإذن الله فإحنا متفقلين وإن شاء الله مبروك على مصر مثل هذه المشروعات المشروع تملكه شركة كاربون القابضة التي سبق أن استحوزت على شركة الشرقيون للبترو كيمويات وتساهم وزارة البترول في التمويل بمبلغ مليار وتسعمائة مليون دولار بالإضافة لتوريد مادة البروبان إلى الشركة بسعر دولار لكل مليون وحدة حرارية وسط توقعات بأن يصل إنتاج المشروع إلى مليون وأربعمائة ألف طن سنوياً من الإسلين والبولي إسلين التي تدخلان في صناعة البلاستيك وأدوات التغليف لتبدأ مصر عصراً جديداً من الصناعات الثقيلة وتنويع مصادر دخلها القومي مراتانيا بجدد الترحيب والتحية لحضراتكم في رأيان مبارح وقع الفريق مهب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة مع المهندس باسل الباز رئيس مجلس إدارة شركة كاربون وقعوا عقد إنشاء أكبر مجمع البترو كيميويات في الشرق الأوسط داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة استثمارات إلى مشروع تقريباً 109 مليار دولار يعني حوالي 200 مليار جنيه المشروع بيمثل قيمة مضافة للثروات في مصر الثروات البترولية طبعاً يا ترى إيه تفاصيل المشروع ده إزاي هيزيد فعلاً من صدراتنا وإيه كمان حجم وأهمية صناعة البترو كيميويات في مصر كل دي أمور لازم نعرفها بإذن الله طبعاً الكلام ده يخلينا نفتح أكتر في موضوع البترو كيميويات ونتكلم فيه تفاصيل أكتر عنه عن قطاع البترول وإزاي الأسعار العالمية ممكن تأثر على قرار السعودية والكويت اللي هي ممثلة بقرار السعودية والكويت بزيادة الإنتاج أيضاً اكتشافات الغاز كلام كتير عن اكتشافات الغاز ووصل لفين حقل نور ووصل لفين وغيرها من الملفات اللي هنتكلم عنها إن شاء الله معظيفي في الفقرة دي طبعاً برحب بي الأستاذ بشمهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق وعضو مجلس إدارة شركة كاربون القط برحب بحضرتك أهلاً بيكي أهلاً سهلاً بشمهندس أكيد عشان الناس برضو تفهم يعني اللي ما يعرفش البترو كيميويات أهمية البترو كيميويات أكيد بترو كيميويات موضوع بيتعلق بصناعة بيتعلق بيأثر على اقتصادنا بيأثر على واردات البلد يعني متداخل بلو علاقة بأمور كتير جداً وتاريخ البترو كيميويات في مصر ابتدى إزاي ووصلنا الفين اسمحي لي في البداية يعني أشكرك شكراً جزيلاً ونقول للناس كلها كون سينا طيبين ممناسبة 30 يونيا معلومة هبتدي بمعلومة سؤال سألتي في الآخر قصص الاكتشافات الجديدة وحقل نور لأنه ده هناخده في دقيقة وبعدين نتكلم بالتفصيل في البترو كيميويات خطر كل ما يثار في الوقت الحالي عن حقل نور عبارة عن مجموعة معلومات متدولة غالباً لا أساسة لها من الصحة غالباً ليه؟ لأنه اتفاقية حقل نور حتى الآن تحت التوقيع أعتقد أنه حصل خلط ما بين حقل نور وما بين التقارير الموجودة لدى وزارة البترون من فترة طويلة بأن هناك احتياطيات كبيرة في منطقة المياه الاقتصادية المياه العميقة على حدودنا الاقتصادية في البحر المتوسط وهناك توقعات بنسبة عالية جداً أن تكون هناك بعض الاكتشافات أكبر من حقل ظهر عظيم جداً لكن كل ما يثار عن حقل نور أعتقد أنه ليس له مرجعية هناك أساس لهذه التوقعات أنه ممكن نوصل لحاجات اكتشافات أكبر من حقل ظهر لأن دي مسئولية الشريك الأجنبي اللي بيتولى عمليات البحث والاستكشاف ومسئوليته أنه هو يقدر الاحتياطي ويبلغنا به علشان فيه بعد كده مجموعة من الإجراءات بتتم اللي هي الاتفاق على الأسس اللي هيبتدي يشتغل عليها الاقتصام والحاجات اللي زي كده فكل ما يصار حول نور هي موضوعات استباقية بنوأكت طبعاً على كلام حضرتك لأن فعل وزير البترول قال أن ما فيش أي كلام رسمي بخصوص هذا الحق لأن الناس بتعمل إيه؟ هقولك بعض الأخبار يعني بعض الناس القبثاء قولك الحكومة قالت أن في حقل نور وتلع ما فيش حقل نور لسه الحكومة قالت من سنتين ثلاثة أنه حقل نور ده هيعمل وهايسوي وإحنا لسه بنمضي الاتفاق النهاردة بغرض إيه؟ بغرض أن يفقد الثقة في الحكومة ومصدقياتها في تدول أخبار جهة رسمية فأنا بقوله هو كلام واضح وصريح وزارة البترول لم ولن تعلن عن أي احتياطيات مؤكدة أو كشف تجاري اللي بيعلن عنها الشريك الأجنبي لأنه ده بيأثر على سعر السهم بتاعه في البورصة العالمية ودي مسئوليته فيه مصلحة يعني بتكون ليه أنه يعلن الكلام ده؟ لازم طبعا يعني أدريك مثال حقل ظهر يوم أن تم الإعلان بالكشف التجاري عن حقل ظهر شركة إيني أسهمها في البورصة زادت قيمتها وفي هذا التوقيت على ما أذكر أنه شركة جاز بروم تقريبا أو ريش بتروليا مش متذكر حد ابتدى الأول خد 10% بسعر كان حوالي 460 مليون دولار بعدها بشوية صغيرين في 10% لسه متبعين قريب لشركة مبادلة الإماراتية بـ 1200 مليون دولار فهنا سعر السهم كل يوم بيزيد نظرا لتزايد مش الاحتمالات نظرا لتزايد الانتاج فعليا على الأرض فهنا دي مسئولية ووظيفة الشريك الأجنبي أن يعلن عن الكشف التجاري لأنه بيأثر على سعر سهم المتدور في البورصات العالمية وإن غش فهناك مسئوليات جنائية بتقع عليه في البورصات العالمية تصل إلى حد الشض وسجن بعض مسئولي لأنه فيه تدليس في البيانات قدت إلى رفع سعر سهم أو خفضه بما يؤثر على يعني بيسمى تلاعوط طبعا فهنا لازم نبقى يعني الدقيقين شوية في هذه المعلومات وإحنا بنتدولها فده الجزء الأوليان لكن هذا لا يمنع أن هناك تقارير رسمية صادرة من جهات محترمة في العالم أن منطقة حوض البحر المتوسط في المياه العميق تحتوي على كمية كبيرة جدا من احتياطات الغازية تصل إلى أكثر من 200 تريليون أدم مكعب غاز وهذه الأمور حاليا لا يمكن أن حد يثبت عليها شيء إلا لما يحفر زي ما حصل في حقل الزهر وده هيحصل أنتها زي ما بقول حضرتك حقل نور اللي تفقية بتاعته تحت التوقيع لم توقع بعد فبالتالي أولا ما توقع وتعتمد من البرلمان يبتدي الكلام يشتغل عليه ما دوقنا ابتدينا بالكلام والحديث استهلنا بالاكتشافات والحقول عايزين نعرف كمان آخر تطورات بخصوص حقل الزهر الإنتاج يعني رايحين لين في الموضوع حقل الزهر الحقيقة ما تم فيه يعني في مرحله سواء مرحلة الإنتاج المبكر أو المرحلة الأولى أو المرحلة التانية هو عمل جهد ملحمة الحقيقة ملحمة مباين الشريك الأجنبي والشركات الوطنية المصرية أدت إلى الإسراع وتبكير الإنتاج للاستغناء عن الغاز المستور إحنا كان إنتاجنا وصل لستة واثنين من عشر مليار أدم مكعب ثم بدأ في الانخفاض نتيجة عدم إبرام عقود لفترة طويلة من قبل 2010 فانخفض إلى ما يقرب من ثلاثة وتمانية من عشر مليار أدم مكعب في 2014 وهذا الانخفاض كان مؤثر جدا على محطات الكهرباء وعلى المصانع وعلى كل شيء فابتدينا نعمل إيه؟ عايزين نستعود جزء من هذا فبدأنا في عملية الاستيراد كل مليار أدم مكعب غاز بيكلفنا ما بين ثمانية إلى عشر مليون دولار يوميا يوميا وبالتالي لما بتبتدي أنت النهاردة لما دخلت حق لظهر مرحلة مبكرة ومرحلة أولى ولا ننسى أيضا دخول نورس ودخول الشمال المتوسط كل هذه الأمور دخلت على خريطة الإنتاج عوضت كتير النهاردة الإنتاج يتجاوز الخمسة ونصف مليار أدم مكعب غاز فحصل فيه مع الأخذ في الاعتبار أن هناك برضو انخفاض تدريجي بيحصل كل سنة وده شيء طبيعي نظرا لضغط الأبار بيقل فبينخفض معه الإنتاج فلو احنا اتكلمنا 3.8 في 2014 وبننزل كل سنة في حدود 10% فكان مفترض مثلا نبقى 2.8 من 10 دلوقتي ف2.8 من 10 من 5 و7 من 10 معناها أنك دخلت أكتر من 2.7 من 10 مليار أدم من بقية الحاجات الأخرى فده رقم جيد بيعوض الانخفاض التدريجي وبيضخ كميات كبيرة ده شيء الشيء الثاني احنا المنطقة اللي فيها زهر مفترض أن لسه فيها بقايا لمجموعة أبار لم يتم حفرها بعد إلى جانب وجود سبع مناطق تانية متعاقد عليها حوالين منطقة امتياز الشروق اللي فيها حقل الظهر دي جاري العمل فيها جاري العمل فيها من حيث الأبحاث والدراسات والدراسات السيزمية والحاجات اللي زي كده علشان الناس تقدر تشتغل ميزة حقل الظهر أنه عمل إيه كان هناك حالة من الريبة لدى العالم كله بعدما عملت إحدى الشركات الكبرى في منطقة مجورة لحقل الظهر ولم توفق أيو فأحنا خوفنا أنه مش هيصن الناس قالوا أن الميال الاقتصادية هنا ما فيش فيها حاجة وكان المبلغ للصرف وقتها كبير كان معادل ستمائة مليون دولار فبقى في حالة تخوف لما جي حقل الظهر ووصل إلى أعماق جامدة جدا هبنتكلم ستلاف ومتين متر من على سطح البحر يعني خمس تلاف متر من قاع البحر فده عمق جامد جدا تكنولوجيات متقدمة جدا شركات متخصصة جدا التي تعمل في هذا نسبة مخاطر عالية جدا لأن الناس هم بيشتغلوا على أعماق معينة كل ما نزل لألف متر لسه ما فيش ألف ومتين ما فيش ثلاث تلاف ما فيش أربعة تلاف ما فيش لغاية ما وصل خمس تلاف وشوية تحت سطح البحر تحت قاع البحر طبعا الناس أعصابها بتبتدي تهرب منها كل ما بنزود حفره وما فيش انتاج نهاردة مع وجود هذه الشواهد الانتاجية فده إدى أمل لكل اللي حواليه وخلها يبتدى يسرع في الانتاج ونفسنا زي ما سياد الرئيس قال نفسنا في عشرة ظهر زي ده في هذه المنطقة يا رب لأن احنا محتاجين الغاز مش عشان خاطر ناخد الغاز ده نحرعه أو نصدره مادة خام احنا محتاجين ندخله في الصناعات التحويلية زي البتروكيمويات ومن هنا هنبتدي نخش بقى على إيه على البتروكيمويات عظيم يعني إيه بتروكيمويات وصلنا فين في تطوير هذه الصناعة يعني إيه بتروكيمويات في الأصل هي الصناعة التي تعتمد على البترول ومشتقاته كمادة تغذية وهنا ليه ما بنقولش الغاز لأنه ده خطأ شائع الناس تقول دايما البترول والغاز هو الغاز إحدى صور البترول من الناحية العلمية فلما بنقول البترول بنقصد البترول السائل والغازي ومشتقاته لأن أنا ممكن أخذ مادة البترول اللي هي في حالتها الغازية دي زي الغاز نفسه زي ما هو وأدخله على مجموعة من الصناعات التحويلية أطلع منه سمات ودي صناعة بتروكيمويات وممكن أخذ مادة زي البنزين وهي إحدى مشتقات البترول البترول القام أخذها أدخلها في صناعة تحويلية تقوم تتعلع لي مادة زي الاستيرين فكلها أساسها البترول لكن متدخلة مع بعض فكل الصناعات القائمة على مادة تغذية اسمها بترول ومشتقاته يطلق عليها صناعات البتروكيمويات بتمر صناعة البتروكيمويات بخمس مراحل رئيسية مرحلة الأولى إعداد المادة الخام أنا مقدرش يأخذ البترول زي ما هو كده ودخله على صناعة البتروكيمويات لازم أعمله عمليات فصل ومعالجة علشان يبقى صالح لأنه يخش في مرحلة البتروكيمويات نمرت اتنين مرحلة إنتاج البتروكيمويات الرئيسية يعني أنا مثلا ممكن أخذ اثين ممكن أخذ غاز طبيعي أحول الميثانول فده منتج وممكن أخذ غاز إثين بعد ما فصلت الإثين ده اللي هي مرحلة إعداد المادة الخام أخذ الإثين ده أنتج منه إثلين بعد كده بتيجي عندي مرحلة اسمها مرحلة إنتاج البتروكيمويات الوسيطة الإثلين ده أحوله إلى مادة وسيطة زي البولي إثلين مثلا أو حاجة تمام بعد كده في عندي مراحل أخرى أننا ممكن يبقى أحط مركبين على بعض وطلع منتجات عفواً دي كانت المرحلة الثالثة أننا أحط مركبين على بعض وطلع منتجات اللي هي الوسيطة مرحلة الرابعة أننا أنتج بيتروكيمويات في شكلها نهائي اللي هي زي البولي إثلين زي البولي بروبيلين وخلافه مرحلة الخامسة وهي دي المرحلة المفيدة أننا أطلع منتج نهائي قبل للبيع في السوق زي إيه حضرتك أنت وأنا بقول بولي إثلين يعني إيه بولي إثلين المنتج النهائي بتاع البولي إثلين مثلا إيه مواسير الغاز الطبيعي الصفر لعب الأطفال غطى أزايز الميا دعامة القلب حاجات زي كده دي منتج بولي إثلين فهنا بتمر صناعة البتروكيمويات بالخمس مراحل صناعة البتروكيمويات عفواً بدأت في مصر في سنة 47 بمصنع لإنتاج السمات في منطقة عتاء وده عمله عبود باشا ثم بدأت تخش صناعة البتروكيمويات على أنها صناعة القيمة المضافة لما معامل التكرير ابتدت تبقى منتجاتها غير مفيدة وغير مجدية اقتصادية فبدأنا نعمل مصنع فيه إسكندرية في العمرية مثلا لإنتاج مادة اسمها اللينر الكيل بنزين وده يتمدى إليه المادة الخام لإنتاج المناصفات الصناعية ثم توقفنا شوية فترة الحروب 67 و73 وخلافه وبدأنا نرجع تاني لصناعة البتروكيمويات في بداية التمنينات 82-83 بمخطط أن يبقى عندنا مجمع كبير للبتروكيمويات في منطقة الماكس في الإسكندرية وده اللي اتعامل عليه جزء منه يعني جزء من التخطيط العام اتعامل منه مشروع الأولاني اللي هو كان مشروع البوليفينايلكلورايد بتاع شركة البتروكيمويات المصرية اللي موجود في منطقة العمرية هذا المشروع تقتل انتاجية كلها على بعضها كانت 85 ألف طن في السنة بعدها وده تفتح في سنة 87 عدنا عشر سنين تانيين وبعدين اشتغلنا في مشروعين واحد حكومي وواحد قطاع خاص حكومي كان بتاع سيد كريل البتروكيمويات لإنتاج حوالي 300 ألف طن من الإثلين جزء منهم بندي لشركة البتروكيمويات المصرية وجزء بنحاول البولي إثلين نصدر جزء ونخلي جزء للسوق النحلي ومشروع قطاع خاص اللي هو البولي بروبيلين اللي كان في السخنة وده بيعتمد على ان مادة البروبيلين نفسها تبقى مستوردة من الخير وتوقفنا شوية في هذا التوقيت عايز اقول ان الدكتور عاطف صدقي رحمة الله عليه وكان وقتها رئيسا للمجالس القومية المتخصصة أصدر تقرير المجالس القومية المتخصصة قالت فيه ان الصناعة في مصر تخلفت 20 سنة بسبب عدم وجود فعلي لصناعة البتروكيمويات على الأرض وكان نقطة الرفرنس بالنسبة له نقطة الأساس في المقارنة كانت كوريا قد كده أساسيا ان الصناعة كلها بأكملها تتخلف كل السميم دي يعني خلينا ناخد وإحنا عادين كده مثلا في هذا الستوديو الجميل ده بتروكيمويات الخشب اللي على الأرض ده بتروكيمويات الظهر اللي معمول من الكورسي ده بتروكيمويات ده اللي ما نعرفوش أغلب الناس ما يعرفش أنه أكتر المواد اللي بنستخدمها في حياتنا اليومية أساسها بتروكيمويات ليه لأن المواد الطبيعية اللي كنا بنعمل منها هذه الأشياء ابتدت تبقى قليلة مقارنة بأعداد الناس أنا النهاردة عايز أعمل مواسير فكانت وسيلتي لعمل مواسير الحديد والنحاس طب الحديد والنحاس كان كويس لما كان عدد الناس مثلا في الأرض 2 مليار النهاردة بقينا 7 مليار هنجيب منين فبالتالي بدأت الحاجات دي تبقى غالية طبعا وبالتالي لازم يبقى موجود بدايل إيه البدايل بتاعتها هي البتروكيمويات هنا بقى طيب أنا كنت مثلا النهاردة الملابس بتتعامل من قط نصوف وكتان طبيعي برضو لما الأعداد الناس بتزيد هعمل إيه فلازم يبقى موجود عندي بولي إستر كبديل للمنسوجات وبولي بروبيلين وحاجات زي كده كنت بقى عمل المراكب بتاعتي من الخشب طب الأخشاب الطبيعية ابتدت تبقى غالية فعندي الأكريليك فايبرز كلها كل المراكب النهاردة تعمل الأكريليك فايبرز يعني بيتروكيمويات كنت بقى عمل زجاجات المياه والعبوات الغذائية بواجه عام كانت إزاز نهاردة الإزاز غالي هنبتدي نعمل إيه كلها بقت منتجات بتروكيمويات أكياس الدم لو نفتكر الحقن زمان كانت الحقن أزاز وكنا بنقعد نغليها أو ما تتغليش وتسبب في نقل الأمراض نهاردة الحقن بقت من البتروكيمويات فالبتروكيمويات النهاردة هي كل شيء في الحياة كل شيء ممكن نتقيم في حياة وزي ما قال الدكتور عاطف صدق في هذا التوقيت أننا اتأخرنا 20 سنة لأنه كان أخذ نقطة المقارنة كوريا كوريا بدأت سنة 72 نهضتها بأنها الحكومة أنشأت مجمعين كبار للبتروكيمويات شبهين باللي إحنا بصدد التحدث عنهم ثم تركت المجال للقطاع الخاص فأنشأ سبع مجمعات أخرى وده كان سبب نهضة كوريا ودخولها في 60% من مكونات السيارات من البتروكيمويات نهاردة من قونات صناعة السيارات فلانا أتخيل شكل هذا الموضوع عمل إيه زيوت التشحيم تقريبا لا زيوت التشحيم ده قصة تانية غير بيتروكيمويات فبدينا نبص في مصر في بداية الألفين إزاي يبقى عندنا صناعة بيتروكيمويات فتم إعداد خطة قومية لصناعة البتروكيمويات في سنة 2001 واعتمدت من مجلس الوزراء في حينه وتم تأسيش كيان مخصوص اسمه الشركة القبضة للبتروكيمويات كيان حكومي لنهضة البتروكيمويات كانت سمات البتروكيمويات إيه بالنسبة لنا في هذا الموضوع البتروكيمويات دي صناعة متخصصة جدا تكنولوجيا فيها متقدمة جدا تحتاج ناس متعلمة كويس ومتدربة كويس تحتاج رؤوس أموال عالية جدا لأن زي ما حتى انت شايفها لبنكلم مشروع بتاع النهار اللي هنكلم فيه ده 11 مليار دولار يعني 200 مليار جنيه مصري بنتكلم على استهلاكات كبيرة من المواد البترولية احنا هنا بنكلم على تكرير 4 مليون طن نفتة عشان نطلع 4 مليون طن منتجات فبالتالي لها سمات ومن ثم يجب انه تكون النموذج الاقتصادي بتاعها جيد علشان ما يخلاش تخش في مراحل خسارة اعتمدت الخطة القومية للبتروكيمويات وكنت احد من شرفوا بالعمل فيها كمؤسس للقبضة في هذا التوقيت اعتمدت على ان احنا هنعمل 24 مشروع عشان نلحق العمر الكبير اللي فات مننا في الفترة اللي فاتت استثماراتهم المتوقعة في حين وكانت 20 مليار دولار بنتكلم على اتاحة فرص عمل اكتر من 100 الف فرص عمل بنتكلم على انتاج سنوي 15 ضعف ما كان ينتج قبل 2002 احنا كنا 2002 كنا بنكلم في قليل من نص مليون طن الخطة تستهدف انتاج 15 مليون طن كنا بنصدر بـ 100 مليون دولار كان مخطط في الخطة انه يبقى فيه تصدير بـ 8 مليون دولار 8 مليار دولار واحلال واردات بـ 7 مليار دولار فهناك خطة طموحة اشتغلت الخطة الطموحة دي وتعامل منها فعلا مجموعة من الانجازات حوالي 8 مشروعات اللي هم كانوا مشروعات المرحلة الاولى ثم دخلنا في مرحلة صورة يناير وصورة يونيا وما عقبها من تغير في الخريطة الاقتصادية والاستثمارية كل التوقيت ده من يناير لحد الوقت ده سهل اتمنى ان اللي فات يكون نبزة وافية وكافية عن تاريخ صناعة بيترو كيميويات ومفيدة للمشاهد اللي بيتابعنا ومن ده ممكن نستنتج ونفهم قد ايه البترول شيء عظيم ومادة مهمة جدا بالنسبة للمصر بما ان ما نقدرش نعمل بيترو كيميويات وغير بترول هقولك حاجة مش عشان انا متحيز لا تنمية بلا طاقة والطاقة في الاصل بترول يعني بعض الناس يقولك ايه الكهرباء هي الاصل وبعض الناس يقولك الطاقة في الاصل بترول لان هي الحاجة التي تستطيع ان انت النهاردة حضرتك تقدر يتولدي كهرباء من الطاقة الشمسية تقدر يتولدي كهرباء من طاقة الرياح تقدر يتولدي كهرباء من طاقة المياه لكن الطاقة الكبرى اللي تقدر يتعتمد عليها للتصنيع وخلافه لازل تبقى من البترول والغاز فهو مادة اساسية جدا هو الدم الازل يجري في الاروق اه اساسها البترول وامور كتير جدا بتتعلق بالبترول نيجي بقى الموضوعنا الاساسي اللي احنا بتتكلم فيه مجمع تحرير اعتقد اطلق عليه مجمع تحرير اكبر مجمع بدأت قصة مجمع التحرير ده الحقيقة بزيارة للدكتور باسل وانا وقتها كنت في القطاع الحكومي زيارة لها قال احنا عايزين نعمل مشروع كبير للبترول كبه تمام ومستهدفين انه حاجة تبقى من الحاجات اللي موجودة مخططة في خطة الدولة وكان عامل تصور لمشروع كان اصغر من كده الحقيقة وبدأنا نبص على هذا المخطط ونشوف ازاي ممكن نقدر بالتعاون ما بين القطاع العام والقطاع الخاص نقدر يعني نشوف هذا الموضوع بدأنا نعمل نجهز نموذج مالي واقتصادي لهذا المشروع فبنلاقي انه الاقتصاديات بتاعته يعني حساسة جدا وتتأثر زي ما قلنا في الاول بان التكلفة عالية قوي بتاعت هذه المشروعات وبالتالي لازم تكبري حجم الانتاج الاقتصادي عشان تقللي المصاريف الرأس المالية على وحدة الانتاج ومن هنا بدأنا بدأ هو يشتغل الحقيقة في هذه الفترة لغاية لما انا انضميت لهذه المجموعة بعد ما اخرجت بفترة وبدأنا نعدل في شكل التصميم بحيث انه وصل الى التصميم الحالي تصميم الحالي بقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن تكرير اربعة مليون طن نفتة ولا نعتمد على الغاز لان كان فيه حاجة في التقرير اتقالت انه هو يعتمد على استيراد البروبان بين حتة معينة اعتقد ان ده خلط ما بينه وما بين مشروع اخر هذا المشروع المادة الخام بالنسباله هي النفتة ودي احدى المشتقات البترولية السائلة اسمها نفتة اسمها نفتة دي المادة الاساسية اللي بنطلع منها البنزين تمام بيتم عليها بعض العمليات التحولية نقوم نطلع منها مواد اسمها ايثيلين وبروبايلين وبيوتاديين زائد اطفات اخرى من السولار والبنزين اللي هي موجودة نتيجة هذا التفاعل الكيميائي تديد رسم المشروع وشكله هيكون بعدين هنشوف رسم وشكله عامل ازاي وبدأت بيوت الخبرة الاجنبية العالمية تشتغل وتعمل معا نموذج حاجة اسمها نموذج اقتصادي ونعمل جزء من تخيل لسيناريوهات التسويق مادة الخامة متاحة بكام المنتجات هتتباع بكام لان فيه توقعات موجودة من مؤسسات عالمية لهذا وبدأ يتم الترويج لهذا المشروع بهذا المنظر مع مؤسسات التمويل العالمية هنا كان ممكن جدا لو رحنا للبنوك التجارية ان نخلص التمويل بتاع هذا الموضوع في اسبوع بس كان هيحصل ايه؟ ان فترة سداد القروض كانت هتبقى اخرها 7-8 سنين شاملا فترة الانشاء احنا هنا بنتكلم على 17 سنة وكانت الفايدة بتاعة القروض هتزيد عن 45% وانحنا هنا بنتكلم في ارقام اقل من كده بains مع المانوات مش اقدر اقولها حفظنا على سرياتها تمان فهنا بدأ يحصل تلجأ الاوzieh لمؤسسات التمويل الحكومية الحالمية فنبدأنا يحصل في تعامل مع بنك تنمية الصدرات الامريكي بنك تنمية الصدرات البريطاني بنك تنمية الصدرات الالماني بنك تنمية الصدرات الاطالي باقي تنمية صدرات الكوري كل هذه المجموعة من البنوك بدينا نتعامل معها ونقعد معها ونشوف تصورها إيه بعضهم نجح في أنه يستمر معنا وبعضهم لم يوفق إلى أن وصلنا للمرحلة اللي خلاص العقود كلها بقت جاهزة وبدت البنوك تقول طيب أنا دلوقتي عايز عقود تنفيذ بسعر سابت محدد عشان أبقى أعرف أنه دي القيمة الفعلية لتنفيذ هذا المشروع فبدأنا فيه عمليات اختيار نهائي للمقاولين المقاولي التنفيذ الرئيسيين وكل واحد فيهم بيثبت سعره وبدأت تتعامل عقود لتوريد المادة الخام لمدة 25 سنة اللي هي عمر المشروع بأسعار عالمية وسوق عالمي وبقى المنتجات اللي صدرها من المشروع كله بأسعار عالمية وسوق عالمي وتنفيذ المشروع بأسعار عالمية وسعر عالمي وابتدت كل هذه المستندات مستشارين جهات التمويل العالمية دي خدوها عشان يرجعوها طب أشمي هندس لأسامة الشركات اللي حضرتك ذكرتها العالمية يعني مدى مساهمتها ومسندتها ايه بالزبط هتشارك بيه بالزبط تمام حضرتك لما يبقى عندك بنك تنمية الصدرات البريطاني وعندك شركة انجليزية هي اللي بتتولى تنفيذ جزء في المشروع فهي دخلها عشان خاطر ايه لان فيه مقاول من عندها وهو جايب من وراء التمويل ايه وبالتالي لو لم يكن هذا الرجل موجود هذا المقاول موجود الانجليز هيخش ليه مالوش مصلحة احنا هنا في هذا المشروع زي ما بقول في حتة هقولها وبعدين هتكمل على الحتة ماشي بعد ما تم رسم الصورة بهذا المنظر بدأ يخش مستشارين جهات التمويل العالمية عشان يرجعوا ثلاث حاجات رئيسية واه يعملوا مراجعة فنية ان كافة التسمامات صحيحة وكل الضمانات الفنية موجودة وتخلي المشروع ده يشتغل بلا توقفات او خسائر من الناحية الفنية نمرت اتنين المستشارين الماليين يرجعوا النمازج المالية الموجودة علشان يتأكدوا ان هذا المشروع مربح ويقدر يسدد القروض من اراداته نمرت تلاتة المستشارين القانونيين العالميين علشان يتأكدوا ان شروط التعاقد الموجودة مع كل المقاولين دول وجهات اخرى يعني احنا مثلا الارض فيه عقد مع منطقة قناة السويس الميناء فيه عقد مع هيئة مواني البحر الاحمر فيه جزء من المشروع معمول على ارض في مصنع الملوك يتأكدوا كل التفاصيل دي ويرجعوا للجهة الوحرى جزئية يعني جزئية مراجعة العقود دي لوحدها خدت لها اكتر من 18 شهر عشان كل الناس دي تبقى متطمنة وبعدين في الاخر بتجيبي حد مايسترو فيه عقد مع هيئة مواني البحر الاحمر فيه جزء من المشروع معمول على ارض في مصنع الملوك يتأكدوا كل التفاصيل دي ويرجعوا للجهة الوحرى جزئية يعني جزئية مراجعة العقود دي لوحدها خدت لها اكتر من 18 شهر عشان كل الناس دي تبقى متطمنة وبعدين في الاخر بتجيبي حد مايسترو يبقى مسؤول عن ادارة المشروع ده بالكامل تضمن الجهات التمويل انه له سمعة طيبة في ادارة المشروعات وبالتالي يبقى متطمن ان المشروع ده هيخلص في معاده بتكلفته دون اعباء لان المشروع لما بتأخر هم عندهم في التفاصيل دي دقة فضيعة جدا لازم يتطمن بشكل بالحق لانه المشروع لو اتأخر بيبتدي تتكسر عليه فوايد وديون فيبتدي مين اكتر ناس بتتأثر الناس المقرضة في هذا التوقيت لانه هم حطين فلوس اكتر من المساهمين فهنا دي خلصة جزئية التمويل وهنا بنقول ايه ايه مزايا هذا التمويل بالتحديد طب هنرجع تاني بالوابع السؤال ده استأذن حضرتك نشوف بس الجرافيك ده عن ارقام في هذا المشروع الكبير مشروع مجمع تحرير للبيترو كيميويات وان شاء الله يكون اكبر مشروع البيترو كيميويات مجدد ترحيب بحضراتكم برحب مرة تانية بيمش مهندسة اسامة كمال وزير البترول الأسبق وعضو مجلس ادارة شركة كربون القبضة وصلنا انهم كانوا بيتأكدوا المساهمين الأجانب والمستثمن الأجانب من كل تفصيلة عشان يتطمنوا ويحطوا فلوسهم في مكان مأمون ضمنين كل تفاصيل وعارفين ان هو مكان ناجح عشان فلوسهم اكتر من الفلوس المساهمة وبالتالي يبقى فيه ثقة في ان الشخص اللي بهذه الامكانيات يقدر يعمل مشروع ويكمله ويقدروا يثقوا فيه ويقرضوه هذه المبالغ الكبيرة نبنتكلم على مشروع 10.9 من 10 مليار دولار يعني تقريبا نتكلم على 200 مليار جنيه مصر هي دي الارقام اللي شفناها في الجرافك قبل شوية ارقام كبيرة هل ده السر في انه هيصبح ان شاء الله اكبر مشروع بيترو كيميويات اكبر مشروع بيتم تنفيذه في الشرق الاوسط في وقت الحال الكبيرة ولا لان الفكرة كمان خارج الاطار لما انا كنت بقول لحضرتك ان هناك سمات معينة للبيترو كيميويات كنت بقول لك ايه انها استثمارات كبيرة في البيترو كيميويات مش هتسمع رقم اقل من مليار دولار مش هتسمعي مساحة اقل من مليون متر مربح مش هتسمعي عمالة اقل من 20-25 الف مش هتسمعي فترة تنفيذ اقل من 3-5 سنين مش هتسمعي مادة خام اقل من مليون طن في السنة مش هتسمعي منتجات أقل من مليون طن في السنة وهكذا عمل له ثقل يعني كبير ليه؟ علشان نوصل لحاجة اسمها اقتصاديات المشروع يعني أنا لأ علشان نبسطها لبعض لو أنا بعمل برج تقطير مثلا علشان خاطر نصف مليون طن في السنة وتامنه مثلا 100 ألف دولار مثلا لو أنا خليت البرج ده 200 ألف طن في السنة تامنه مش هيبقى 200 ألف دولار تامنه هيبقى 150 ألف يبقى أنا كده قللت التكلفة الرأسمالية على وحدة الانتاج وبالتالي كل ما بعلي التقاط الانتاجية بحسن منها الاقتصاديات هنا احنا بنتكلم زي ما بقول 10.9 من 10 بتكلم على 5 مليون متر مربع موجودة في المنطقة الاقتصادية بالسخنة بتكلم على ان المشروع أثناء فترة التنفيذ هيتيح أكتر من 25 ألف فرصة عمل في مواقع عمله المختلفة سواء في المنطقة الاقتصادية أو في التوسعات اللي احنا بنعملها في مصنع البولي بروبيلين اللي موجود عندنا في السخنة أو في منطقة الرصيف اللي احنا بنعمله توسعة زاد إضافة الرصيف جديد باستثمارات تصل إلى من نصف مليار دولار تماماً بنتكلم على بعد كده ساعة التشغيل أنا بقول ان هيبقى فيه مش أقل من 3000 فرصة عمل مباشرة داخل المصنع والرقم ده تبقى للإحصائيات بتاعة البنك الدولي بتضرابي من 15 إلى 20 ضعف عشان نقول فرص العمل الغير مباشرة من محيطة به لأن انت لما بتشتغلي مصنع فانت في عندك مثلاً أمن وحراسة في عندك نقل في عندك شركات بتنقل المنتج برة في عندك ناس بتشتغل في المينة تحميلوا تفريغ فيه 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 كل هذه الأمور موجودة حواليك بنسميها فرص غير مباشرة الأرقام دي مش هي بقى المهمة المهمة اللي جاي بعد كده احنا مستهدفين بعد ما تطلع منتجات هذا المشروع أن نستغل جزء كبير منها في تجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة علشان نعيد تكرار النموذج بتاع سنغافورة سنغافورة ما عنداش أي إمكانيات ولا مدخلات ولا صناعة بتروكيمويات ولكنها تستورد البتروكيمويات الرئيسية اللي هي في المرحلة الرابعة اللي قلنا عليها وتبتدي تاخد من عندك بلاستيك وترجع لك مشترك كهرباء تاخد من عندك بولي إستر وترجع لك ملابس تاخد من عندك بولي فينال كورايد تطلع لك تاخد من عندك بسيطة رخيصة وتعيد تصنيعها وترجعها بحاجة وبتعمل منها خيمة مضافة وبتعمل منها اقتصاد فده اللي مستهدف أنه يتعامل في هذه المرحلة لما نوصلها بالكامل أنه نقدر ناخد كم الإنتاج كله ونشغله محليا ويبقى بصدر منتج نهائي وأسد حاجة سوق محلي بدل استيراد أنا بتكلم في حجم تداول زيادة عن 14 مليار المهمة فعلا هي عوامل كافية وكفيلا وتخليه فعلا من أكبر مجمعات البيترو كيمويات في الشرق الأوسط خلينا نتحاول محاور أخرى زي مثلا أسعار النفط وتغير أسعار النفط العالمية ومدى تأثر مصر بالكلام ده عايز بس أقول حاجة في نهاية حديثة عن هذا المجمع الحقيقة أنه الدعم اللي خدناه من الدولة في الفترة الأخيرة وتفهمها لصناعة البترو كيمويات وضرورية إقامتها حتى لو كانت قطاع خاص مفيد جدا ليه؟ لأنه الدولة النهاردة علشان تبتدي تاخد قروض إضافية فأنت بترهيقي ميزانية الدولة وفي الآخر أنت محتاجة إيه؟ الدولة محتاجة أنها تتيح فرص عمل للناس سواء من مشروعات بتعملها الدولة أو من مشروعات بيعملها القطاع الخاص وبالتالي هنجد أنه مثلا فيه مشروعات البنية الأساسية لا يقبل عليها أول قطاع الخاص لأنه استرداد دراس المال بيبقى على 15-20 سنة فدي المشروعات اللي الدولة تقدر تشتغل فيها وتكمل فيها أكيد ده ناجم من ثقة كمان في فريق مهاب ماميش وحضراتكم في الشركة كاربون والله على أعلى مستوى في الدولة فيه دعم كبير جدا لكل هذه النوعية من المشروعات ويمكن زي ما السيد رئيس الوزراء أعلن في بيانه يوم الخميس السيد الفريق مهاب أعلن مبارح أثناء المؤتمر الصحفي والسيد وزير البترول أعلنوا عن دعمهم الكامل لمثل هذه النوعية من المشروعات إحنا جماعة محتاجين 7-8 مشاريع زي دي طبعا مهاب باللسل الكلام اللي ذكرته حضرتك فعلا الموضوع مهم كبير جدا بشكل كبير الأسعار النفط العالمية وماذا تأثر مصر بهذه الأسعار؟ مصر دولة حاليا مستوردة لبعض المنتجات البترولية وبعض الخمات البترولية وده نتيجة زيادة معدلات الاستهلاك وعدم الترشيد في عندنا استهلاك كبير جدا مثلا في مجال توليد الطاقة الكهربية نتيجة الضغط والزيادة المضطردة في الاستهلاك الكهرابي اللي لازم يقابلها توليد كهرباء إضافي لتغطية احتياجات السوق في عندنا استهلاك كبير جدا في وسائل النقل والانتقال الحاجة اللي كنت أتمنى الاستهلاكي بقى لي فيها الصناعة وما هواش للأسف بس تقريبا في الاتجاه لده ولا لسه؟ أتمنى أن نكون في هذا الاتجاه من خلال أن ندخل مجموعة من البداء اللي نستخدم يعني مثلا أنا عايز في مجال الكهرباء أبتدي أقالي شوية النهاردة كهرباء تعتمد على البترول بالنسبة 93% في توليد الكهرباء نفس الرقم ده يتراجع إلى 30-35% وأشوف فيه طاقة رياح أشوف فيه طاقة شمسية أشوف فيه طاقة من الفحم أشوف فيه طاقة نووية نفس الكلام بالنسبة لوسائل النقل والانتقال برضو بنسبة 100% نقدر نقول النهاردة شغالة على البترول والغاز لا أنا عايز أشوف العربيات الكهرباء اللي هي شغالة بديلة حصل علشان خاطر ما يقدر نتكلم توفير كبير جب فهنا ليه ده بيأثر علينا في ليه أسعار البترول بتأثر علينا لأنه زي ما بقول لو أنا مكتفي ذاتيا مما أنتجه من البترول كانت هتبقى الأسعار في إيدي وأنا اللي بتحكم فيه لكن نظرة لأنه بستورد جزء يمثل 35-40% من استهلاكي فأنا تحت رحمة السوق تحت رحمة الأسعار العالمية نفس الوقت محددين بموازنة معينة يعني وانا بقى عمل موازنة لازم يبقى فيها عندي تقديرات أنا مش هخش الموازنة أقول لهم والله يا جماعة أنا مش عارف سنادي البترول هيبقى بكام وشكل الاستهلاك عامل إزاي فهناك تقديرات هل لهم تقديرات مناسبة للي ممكن يطرق بقدر المستطاع يعني إحنا بنرى أنه الأسعار العادلة للبترول يجب ألا تزيد عن 65 دولار يعني من 60 ل 65 ده سعر عادل جدا للبترول للمنتج وللمستهلك ما يزيد عن ذلك بيبقى خسارة مكسب للمنتج وخسارة للمستهلك هنلاقي أنه احنا الموازنة بتاعة 2016 2017 مثلا كانت معمولة على حاجة وخمسين دولار متوسط الموازنة خلال العام الماضي كان حاجة وستين دولار فنجد أنه الرقم اللي كان مستهدف مثلا أنه نحنا نوصل لخمسة وتمانين ده يمكن يعد المية وشوي المستهدف بالنسبة للسنة الجديدة مبني على تقديرات على تقديرات أنه سعر برميل البترول 67 دولار بعد الموازنة ما تعملت حصلت الأزمة بتاعة إيران وبالتالي بدت أسعار البترول تزيد شوية النهاردة بنتكلم في حوالي 76-77 دولار كل دولار زيادة في سعر البرميل نظرا للجزء اللي احنا بنستورده له تأثير سلبي على موازنة ده اللي بنتكلم عنه بأكتر من 3.5 إلى 4 مليار جنيه فبالتالي احنا النهاردة بنتكلم فيه عندنا 10 دولار زيادة يعني احنا دخلين مبدئيا وربنا يعني يخيب ظننا 35 مليار عجز نتيجة ارتفاع أسعار الخام البترول في السوق نتمنى ان احنا نقدر احنا على فكرة نقدر نوفر الرقم ده بسهولة بسهولة جدا بسهولة جدا بسهولة جدا نمرت واحد انا عايز اشوف من هو المستهلك الأكبر بالنسبالي من البترول والغاز الكهرباء كيف اقلل احتياجاتي من الكهرباء من غير ما اخش بقى في بنا محطات جديدة وحاجات زي كده اول حاجة الاضاءة المنزلية واضاءة الشوارع ترشيدي دول بيت تهلكهم ما بين 6 الى 7 جيجاوات ساعة دول اقدر اخليهم اتنين عن طريق ان انا اخش بلمبات لد واخش ب سيادة الرئيس سيادة الرئيسي ممكن من بداية توليل منصب اؤكد على النقطة دي وقال يا ريت كل بيت مصري يجيب للمبات لد دي تعرف ادول يوفروا قود سانويا بكام من 3 الى 4 مليار دولار مبلغ طبعا 3 الى 4 مليار دولار وده رقم رقم كبير نمرت اتنين عايز ابتدي اشجع دخول السيارات الكهرباء عشان تحل مكان العربيات اللي موجودة عايز اتوسع في عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز نهاردة بعد حتى غلو الاسعار متر الغاز اللي هو يكافئ لتر بنزين بتلاتة جنيلة ربح يعني مجموعة ادراءات يعني اصفة على المقرر سهلة 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 لو تقدر تخلص في اقل يعني نقدر خلاص في وقت قولها يلجب مدام في مقترحات زي لحضرتك بتقولها متوفرة وسهلة في نفس الوقت مش هتكلف الدولة حاجة ان شاء الله تبدي العمل فيها ان شاء الله برضو بالنسبة للقرارات الجديدة مهمة جدا الناس كلها بتسأل عن موضوع بنزين تمانين ليه هيتم إلغاءه ويتم استحداث بنزين سبعة وتمانين ايه فايدته وإيه الفرق ليه اتخذت الوزارة هذا القرار ممكن حديك تسألين سؤال أسألك سؤال ليه التليفون الوراء حديك ده ما عشي بستعمل خلاص راحت عليه فيه جديد هي دي الفكرة يعني باختصار شديد مفيش معمل تكرير في العالم في العالم بيطلع بنزين تمانين تمانين خلاص غير في مصر نمرت اتنين مفيش عربية في العالم بتستخدم بنزين تمانين غير في مصر فهل نستمر في هذا هل نستمر في إنتاج التلفزيون القبيد وسود هل هذا مطلوب مش مطلوب طب إيه سأبى بالضغط على البنزين التمانين هنا بقى ده السؤال بنزين التمانين بيستخدم بيستخدم في صناعة البيئات والمزيبات مكان مادة تاني وطبعا بسعره الحالي هو رخيص جدا بالنسبة لمستخدمي هذه المادة وبالتالي يوجد عليه ضغط بهذا المنظر عايز أقول معلومة كمان البنزين تمانين لوحده يمثل خمسين في المئة من استهلاك البنزينات مع أن عدد السيارات التي تستهلك البنزين التمانين لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستهلك هذا الرقم فده اللي وراء القصر فرق معاه أكتر موضوع السعر أنه أكيد كده ممكن السعر هيكون أغلى عليها لكن مش يفرق معاه موضوع أنه التمانين فيه تلوث أكتر أو هيأثر أكتر مش تلوث يبوز له العربية لا يمكن عربية النهاردة تقدر تحط فيها بنزين تمانين من العربية الجديدة ده في بعض عربيات ما تقدرش تحط فيها أقل من خمسة وتسعين هل فيها هيكون مثلا الخطة برضو المراعاة موضوع السعر ده جاري دراسة البدائل أنه يبقى فيه بنزين يعني تدريجيا مع خروج العربيات اللي هي بتستعمل البنزين تمانين دي العربيات اللي بستعمل تمانين دي يعني عربيات الستينات والسبعينات فهي عربيات النهاردة يعني تأثيرها على البيئة سلبي جدا نظرا للعادم بتاعها وعلشان كده ما عشت بحد بينتجها واستهلاكها كبير كمان استهلاكها كمان اندي متخيلة مثلا العربيات المية تنين وثلاثين ألفين ده ألفين سي سي عربيات الجديدة كلها أقل من أرسة أمين فاستهلاكها كبير احنا من يومين لسه مبارح كنا بنحترف بذكرى ثلاثين يونيو ثورة ثلاثين يونيو المجيدة كل سنة وجميع مشاهدين طيبين ثورة عن قذة مصر الحقيقة من وضع الوضع التاني خالص ويمكن وقتها في نتائج سلبية لأن أي ثورة بيكون فيه مثلا نتائج في الاقتصاد نتائج لكن الحمد لله القيادة السياسية قدرت تتلفى ذلك ونتجه بالعكس إلى التقدم أكتر من خلال مشروعات كتير بتمثل حضرتك ثورة ثلاثين يونيو بالأخص طبعا مشاهدين ممكن ما يعرفوش حضرتك كنت أحد الوزراء في سنة 2012 تحديدا وقت حكم الإخوان وخركت يوم 6.05.2013 قبل ثورة 30 يونيو عندما بدأ الإخوان في التخلص من كل ما هو ليس إخواني فخرجنا كمجموعة اقتصادية تقريبا بالكامل ثم حدثت بعدها حركة محافظين برضو لإخراج كل ما هو ليس من هذا الطيار فخرجنا كلنا لإقصاء نحجهم طبعا البلد في هذا التوقيت اتعرضت لحالة صعبة جدا من الإقصاء للناس ودخلنا في مرحلة الاعتماد على فصيل معين وده كان أسوأ من ما حدث قبل 2011 يعني احنا في 2011 كان في عندنا تزاوج ما بين مال وسياسة وبقى فيه سلطة مسيطرة وبقى هم دي الناس اللي حسة بمعدلات النمو وخلافه وبقية الناس مش حسة به ما حدث من 2011 ل2013 هو بنفس المنظر من فصيل آخر فصيل لم تكن لديه الخبرة والدراية الكافية لحكم بلد بحجم مصر كانت رغباته في الإسراع بأنه هو يعني يستولي على الحكم أسرع من إمكانياته في هذا التوقيت واعتقد أنه كانت هتبقى يعني مغبة الأمور صعبة جدا لو استمر هذا الفصيل يمكن اللي دفعه يعني يفضح نفسه بسرعة ويبتدي في أسلوب الإقصاء وتحصين القرارات وغيره خوف ولا استشعار وأصلا أنه أنا مش أدى أنا بقيت في حاجة أنا مش أدها لعارف أزبط سياسة والله أنا بشوف أن ده يعني يمكن من حسن حظنا ورحمة ربنا بينا طمع الحمد لله أن يعني يخرج فصيل الإسلام السياسي على حقيقته ويبان قدام الناس وبالتالي الناس اختارت لا أنا مش هكمل مع هذا الفصيل أنا مصر لها خصوصية جدا في الحكم ولا تستطيع أنها تشتغل بهذا المنظر ولا تحتمل أنه ممكن يجي حد يقودها في اتجاه غير الاتجاه الوطني اللي الناس اعتادوا عليه وبالتالي حدث ما حدث من ثورة في هذا التوقيت طب حضرتك شاهد عيان كنت في الوزارة وقتها وحضرتك في تصريحات سابقة قلت أنه كانوا بيعملوا حكومة موازية عايزين نعرف تفاصيل أكتر سريع والله أنا قلت هذا الأمر وأنا موجود في الحكومة وأخذت عليه بس ده كان شعور بالنسبة لنا كلنا احنا في حكومة موجودة بناخد قرارات وبعدين تبص تلاقي في جهات أخرى بتاخد قرارات مضادة وقولك لا اوقف هذا لمصالحها الخاصة وليس لمصلحة البناء فده كان أمر صعب جدا وكان لا يستقيم بتوجه بشكر لحضرتك باش مهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق وعضو مجلس إدارة شركة كربون القضاء وكل التوفيق بإذن الله في مشروع تحرير مجمع تحرير البترو كيمويات أكبر مجمع بإذن الله الشرق الأوسط ونشوف نتائجه قريبا بإذن الله ربنا وفاق حضرتكم بعد الفاصل مشاهدين الكرام ما صحت ما تردد عن سوق التنظيم اللي شهدوا فندق إقامتهم وعسكر إعداد المنتخب المصري لكرة القدم في بطولة إكاس العالم اللي مقامة في روسيا 2018 هل فعلا استحب بعض اللعيبة زوجتهم وأولادهم معهم؟ هل فعلا ساهم كل ده بهزيمة المنتخب؟ كانت ضغوط قصرت عليه وشتتت فكره وقدت إلى خروجه للأسف من دور المجموعات الدور الأول شهدات حياة هل تباح بإذن الله في الفقرة القديمة مع ثمين من النقاط الرياضية خليكم معانا عشان تتابعوا تفاصيل أكثر اشتركوا في القناة